نواصل النقاش في الستوديو ويحضر معنا كما أشارنا في البداية الكاتب المسرحي الأستاذ علي ريسان أهلا بكم مجددا أهلا بك ربما نبدأ من الأجواء التي وضعنا فيها الأستاذ عادل عن الأجواء في ساحة التحرير هذا الإصرار على الاستمرار في التظاهر رغم التهديدات الأمنية رغم القامع فقط تعقيب ثم أن نناقش ملفاتنا شكرا الاستضافة وتحية لأحرار العراق والمنتفضين شبابنا الرايعين ونسانا الرايعات وأمهاتنا وشيوخنا والشبيبة وكل شباب وكل شخص يساند هذه الانتفاضة ماديا ومعنويا وروحيا الحقيقة أنا متفائل من أول يوم لأنه بدأ يعني عوننا على الانتماء بدأ الانتماء الوعي الجمعي بداية صاعد عند الناس عارفوا أن الرئاسات الثلاث لا تمثل طموحات هذا الشعب في التطلع إلى حياة كريمة الإباء الحياة انتهى الماء الكهرباء والأمن ضيعت ثروات العراق وضيعت بمشاريع وهمية وباختلاسات ومعروفة للقاس والداني لذلك ما يحدث الآن في العراق مبارك من كل صوت حر يعني الحقيقة الآن بدأ يتنامى الوعي الشباب مكابر صار عندهم خبرة واستراتيجية في المناورة لأن الأمام القاتل مو سياسي حقيقة السياسي تستطيع أن تحاور مثل ما يحدث في بلدان العالم ولكن الموجود الآن على الساحة يعني الموجود الذي يعني مستلم زمام الحكم والدولة في العراق هم ناس لا يمتلكون حسا وطنيا ولا انتماء ولا يعني ينتمون إلى أجندات لذلك تنامي هذا الوعي عند المواطنة هو اللي دا يرعبهم واللي دا يتحول يوم إلى يوم يعني ساعة بعد ساعة إلى عصيان مدني وانا اعتقد انه العصيان المدني رح يحرك الرأي العام العالمي لأن احنا الآن أمام موت مجاني لذلك الاعتصام في الساحات والاعتصام كل شيء أثر الآن الحقيقة الحديث عن الوعي استاذ علي يقودنا ربما للإشارة على أهم ما ميز هذا اليوم وهو خروج الطلاب وانضمامهم إلى هذا الحراك الشعبي ما مدى أهمية خروج هذه الفئة تحديدا من حيث الاستمرارية من حيث الوعي نعم هذا خروج الطلبة اليوم بوعي عالي والطلبة بالمناسبة يعني من الابتدائية إلى المتوسطة إلى الثانوية إلى طلبة كل المراحل شيء مفرح لي أنه من سفر تاريخ الثورات أنه الحركات الشبابية هي المحرك تأخر عندنا يعني إحنا صار عندنا العكس يعني المنطق يقول أنه الشباب هي التي تقود وهذا محصلة يعني حتى لا نتفاجأ يعني ويعرفوا العراقيين والناس اللي يعني الخاضين بالسياسة وبحركات الشعوب في التغيير إحنا لأنهم ما نمتلك سلطة يعني ما نمتلك دولة تقدر تحاججها يعني الشبيبة ضاء يعني مفاصل الدولة ليس لنا رأس يعني رأس تحاكم يعني الحقيقة الرأسات الثلاث عبارة عن ثلاثة أرقوزات المخطط هو تحت الطاولة يعني الميليشيات هي التي تخطط إيران هي التي تخطط عرفت الفكرة فلذلك أنت ما عندك رجال دولة حتى تهد يجي دعم الآن الطلبة شيء مبارك لأنه الطلبة يمتلكون الوعي وبعدين يعرفون أنه المستقبل للعراق مرهون بهذه الأجيال القادمة احنا كنا ممكن بعد سنوات نرحل بس أطفال الابتدائي والمتوسط والثانوي ذولهم اللي راح يمسكون مفاصل الدولة من شافه أبناء وطنهم داي سقطون إذا ما يحرك الحس الوطني يحرك الحس الإنساني يحرك هذا الانتماء للعراق لذلك عملية انضمام الطلبة بكل مفاصلهم وتذرجاتهم العلمية شيء مبارك ورح يدعم الانتفاضة بعون الله ماذا بيد السلطة اليوم في التعامل مع انتفاضة تشرين وهذا الحراك الشعبي غير الوسائل القمعية في التعامل مع المتظاهرين ليس لديها أي حل يعني لأنه هما تحولوا إلى قتله والقاتل راح يعني بالمنطق العام القاتل إنسانيا يسقط يعني الآدمية اللي في داخله تسقط الدولة الآن مجرمة مجرمة بكل مفاصلها الحقيقة لذلك حتى البيان الأخير لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعا قوات مكافحة الشغب زين العراقيين ما طلعوا هدموا أو حرقوا مباني طلعوا من أجل سلميين سلميين جدا وانتوا تقابلونهم اعتقد قوات حفظ الشغب يجب أن توجه لكم انتوا أصحاب القرار والقتله لذلك التنامي الوعي وصخط الدولة خلق كفتين نحن نقول نحن الشعب نحن الشعب أصحاب حق والشعوب ما ممكن يعني هاي صيرورة الحياة الشعوب هي من تصنع مستقبلها العراقي الآن مسك أدواته ومسك مثابة النصر باستعادة العراق من هؤلاء الخوانا إلى أي مدى يعد الاعتصام المفتوح بداية للحل أو يساهم شكله بآخر في التعجيل بالوصول إلى حل طبعا لأنه يعني إذا هم الدول والمنظومة السياسية والبروتوكولات وكل الدول تتشكل من الشعب وإلى الشعب وإلى الشعب إذا الشعب يرفض هذه الدولة راح يتشكل عندنا يعني راح يصير ضغط لأنه نحتاج الدعم الدولي ما زال الدعم الدولي جدا مخجل لذلك العصيان المدني راح يشل الدولة والمناسبة يعني هي أساسا بالمنطق مؤسسات الدولة مهشمة ذاتيا يعني إداريا لأنه معظم ويسمعوني العراقيين وخليسمعني العالم العربي والإنساني معظم مفاصل الدولة منذ الاحتلال يعني لم تكن إدارتها بيد أناس أكفاء يعني أي مفصل مفاصل الدولة يقودها واحد منسب من قبل حزب متنفذ لذلك الآن من المنطق يقول لكل قاعدة شذوذ الآن الشخص النزيه الشريف الوطني يشخص بأنه شاذ الدوائر العراقية لأنه الفساد نخر بالمنظومة الأخلاقية والإدارية عند الموظف والموظف العراقي نعرفه كان جدا نزيه في ظروف الحصار صارت بعض الأشياء بسبب الجوع والهات ولكن بالمجمل العام الموظف العراقي كان يمتلك قيم أخلاقية وإساني ما هي توقعتكم للأيام المقبلة لهذا الحرك الشعبي والذي هو في نمط تصاعد أنا أعتقد راح يتنام أكثر لأن بدت العوائل وبدت الأمور توضح بعد أن ألغيت التابوهات الدينية وألغي الخط الأحمر والعراقي عرف طريقه إلى استعادة هذا الوطن لذلك نحن نعول أنا جدا يعني منتشي إنسانيا ووطنيا مما أشاهد مع وجود ألم وحزن عميق على هذه السقوط الشهداء الرائعين لذلك أنا أعتقد أنه الأيام المقبلة حبلة حبلة بأخبار سارة لأنه العراقيين بدأوا يفهمون فهمه واللعبه وهذا التماسك الاجتماعي والإنساني الأمهات وسواق التوكتوك يعني بالمناسبة سواق التوكتوك حتى يسمعني الرأي العربي والعالمي والإنساني سواق التوكتوك معظمهم مخرجين كليات لأنه الدولة ما كان عندها برنامج برنامج فقط للنهب والسلب وشراء الأسلحة والخيانات لذلك معظمهم يشترى هذه المركبة حتى يعيش من وراها لذلك أنا أدعو العراقيين الآن بمساندة كل شخص يساهم بديمومة هذه الاعتصام بالمال بالطعام بالملبس كل حسب مقدرته كل حسب انتمائه كل حسب وعيه والتصاقه بها شكرا جزيلا لكم الكاتب والمخرج المسرحي علي ريسان كنت حاضرا معنا في ستوديو العراق اليوم شكرا جزيلا على حضوركم